أكثر من 60 ألف سجين في السجون الحكومية في العراق باتوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا في ظل أوضاع صحية صعبة داخل محابسهم من جراء الإهمال الحكومي وعجز القطاع الصحي عن تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين داخل هذه السجون وخارجها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول أن أربعة معتقلين لقوا حتفهم من جراء الإصابة بالفيروس في أحد السجون محافرة السليمانية في كردستان العراق كما وثق المركز وفاة معتقل يبلغ من العمر 35 عاما في أحد سجون مدينة كاركو بعد إصابته بفيروس كورونا بينما توفي معتقل آخر من أهالي محافرة الأنبار في السجن الناصرية بسبب إصابته بمرض السل المنتشر في السجون الحكومية في العراق وإذا تحدثنا عن الأوضاع الصحية في السجون العراق فيكفي ما أورده مركز بغدان لحقوق الإنسان في تقرير له إذ يقول أن السجون الحكومية في العراق باتت بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا وغيره من الفيروسات والأوبية والأمراض المزمنة فأكثر هذه السجون لا تتوفر فيها مستلزمات النظافة الكافية أو الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة وبحسب تقارير حقوقية محلية ودولية فإن الخطر لا يقتصر على المعتقلين في السجون الحكومية الرسمية في العراق بل إن هناك أعداد كبيرة من العراقيين يواجهون مصيرا مجهولا في سجون سرية أكثرها يتبع الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب وميليشيا الحشد التي تحتجز الآلاف من الناشطين والمعارضين لأحزاب السلطة وبالطبع فإن هذه السجون السرية لا تخضع لأي رقابة قضائية أو حقوقية ووفق علد من البرلمانيين فإن السجون السرية في العراق أصبحت مدخلا سهلا لممارسة الفساد وابتزاز الأهالي ماليا للإفراج عن ذويهم أو حتى تحسين ظروف اعتقالهم الأمر الذي يجعل السجون في العراق بؤرة كبيرة ليس فقط لانتشار فيروس كورونا بل لانتشار فيروسات أخرى سياسية مثل الفساد والاستبداد والقمع الحكومي ضد الشعب العراقي اشتركوا في القناة